السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيه ايجنت اسمه بوت بريس يعني انت حصلت بالذكار الصناعي وهو يتولى باش ادارة الشركة بتحتك يتولى تشغيل المهام اللي موجودة في الشركة بتحتك يعني هو باش يلغي المدير لا بس هو ممكن المدير يقول له فيه مهام متقررة او بتاخد من وقت او مملة اعملها انت على سبيل المثال ممكن هو يرد على الناس على الواتساب في الرسائل اللي هو يعرف يرد عليها يعني حد بيقول السلام عليكم وعملين ايه طب الشركة موجودة فين طب كذا الحاجات اللي هي اتضرب عليها قبل كده بيتضرب عليها من خلال اسئلة تمام يبدأ يرد عليها الحاجات اللي هو مش عارف يرد عليها او جديدة هيقولك في رسالة جديدة فبدل ما بترد على الف رسالة لا هترد على خمسين بعد ما بترد على خمسين هو بيبدأ يتعلم مرض بتاعك ويحفظه ويبدأ ان هو يرد فبعد كده ترد على العشرة حد ما يوصل ان انت بترد على رسالة او رسالتين في اليوم وتتفرغ دي الحاجات الابداعية او تواصل مع الناس او تواصل مع الاولاد فكل اللي انت بتعمله في حاجتين اساسيتين اللي هو التريجر الحاجة اللي هتحصل وبعد كده مفروض ان هو يعمل ايه يستجيب ايه للحاجة دي فمسلا تريجر ان في حد بدأ محادثة تمام ساعة واحد يقول لك سلام عليكم ويقول لكم السلام عامل ايه الحمدلله ممكن ساكسوال اه اتفضل فكل الحاجات دي هيخلصك منها ويبدأ تدخل فيه الرسائل المهمة فكلها عبارة عن تواصلات مفيش برمجة خالص ويبدأ يربوتك مثلا واتس اوب تليجرام ميك كل الحاجات دي يبدأ يربوتك بهم بحيث مثلا التليجرام وهو يمسك التليجرام تدله الصلاحيات والاسم والباسورد وهو يبدأ يرد على الناس ويبدأ يرد على العملاء بعدين هو يتعامل برضو مع الملفات مثل تيكستي ممكن تقوله مثلا اول ما يجي ملف كذا ويبدأ يدخل الناس وهكذا انت مش طلومك برمجة لكن لو عايز برمجة بموجود لكن انت ممكن تتامل كل الخدمات بدون برمجة دي البلاتفورم اللي هو بتعاني معها دي الاتشانل دي الانتجريشن وممكن تربطه بالزكاء الصناعي المختلف دي الواجهة بتاعته هتقول له كريد بوت ويقول لك شوف ايه اللي انت عايز لما يحصل ابدأ استجيب لي بحيث ان هو اوتوماتيك يبدأ يعمل لك الحاجات اللي هي بتاخد منك وقت تمام بيقول لك انت عايز كوك ستارت او ستارت فروم سكراتش او عايز القناة بتاعت الشيات جي بي تي او انت مركز على السيلس فورس يعني فيه كزا تمبريت تستخدم اي واحد فيهم فون سيلس ايجنت ده مثلا يتولى الرد على التليفون صوت وكتابه وكل حاجة الموضوع اصبع خطير انت ممكن تطلب الكلام حد ساعتين ثلاثة وانت متعرفش هل هو فعلا روبوت او انسان بيقول لك اكتب انت عايز ايه وانا هبرمج لك الحاجة اقول له مثلا ايه ربلاي واتساب مثلا فيبدأ هو يشوف ايه الحاجة اللي ممكن تنفع معي ويبدأ ان هو يهزيلك مجرد بس ان انت تربطهم او تديلوا الصلاحيات تمام بيقول لك انا محتاج ثلاث دقائق وازبط لك الحاجات ديت انت جاهز عشان نبدأ ان نزبط مع بعض ده اعزك اصناع بيش محتاج ان انت تجاهز له كلام معين وحاجات دي فبيقول انت عايزه في ايه مثلا قاسم ساب بورت يبدأ ايه يزبطالك ان ايه قاسم ساب بورت طيب انت في الهيلس كير ولا في ال ايه كوميرس ولا في التكنولوجي فلو حصل مشكلة انت تقول له لا بعد كده يعني حصل مشكلة اقول له لا لو سمحت رد على الناس رد افضل رد كذا تمام طيب بولي عايز سمي ايه سميه مسلا جوردن جوردن ممكن تقول له بعد كده عايز فرندلي و كشوال ولا ايه فرندلي بولي اسم الشركة بتاعتك تمام و هديره بقى اس الموقع بتاعها ايه 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 بيقول انت عايز تسابورت ايه 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 بيقول لك من اه بيقول لي اه خدماك كيف شكرا طبعا انت مفروض بقى بتزود ويب سايت وكومنت ستيبل ويب سيرش تيكست تمام كل ما بتزوده كل ما يكون معلومات افضل فنحنا لسه ما زودنوش اي معلومات تمام لسه هنضي له بقى للحاجات دي كلها عشان لما تسألوا اي سؤال يبدأ انه يجاوب عليه دي الاتشانل اهي تقدر تدعي اسم وتخليها تبقى عاملة تكامل مع كل دول تمام ودي بقى طريق التصديب فبالتوفيق كده ده حطناكو على اول الطريق وان شاء الله ممكن نعمل فيديو تاني نكون متابعة الحاجات دي في موقع عمل ان شاء الله وممكن بعد كده تعمل بابلش للحاجات بتاعتك موضوع موضوع اصبح اسهل مليون مرة عن زمان جهد بقى اللي بكتير موسيقى 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 موسيقى